السلام عليكم و اهلا بكم في قناتي مطبخ صارع تية وصفتنا للنهاردة حتكون فطاير الوردة بشكل لذيذ اوي و شيك هتعجبكم جدا انتو ولدكم وكننا عملنا مع بعض قبل كده فطاير مختلفة بعجنتي القطنية الهشة وكل اللي جربها عجبته جدا اللي ما شافهاش هسيبها لكم في صندوق الوصف اللي حابب يجربها النهاردة هنغير بعض المكونات في العجينة و هنوصل برضو لنفس النتيجة الهشة فانتي حسب مكوناتك المتوفرة عندك في البيت اعملي العجينة المناسبة لكي المهم ان احنا هنوصل لنفس النتيجة الهشة في اخر الفيديو بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ياريت لو اول مرة تشوفي فيديوهاتنا ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة من الصندوق الاحمر اللي تحت الفيديو واتفعلوا الجرس عشان توصل لكم الوصفات او البول ودلوقتي يلا بينا مع بعض نشوف طريقتنا لوصفتنا النهاردة والعجينة اللي هنعملها هشة جدا هنبتدي بتحضير الخميرة معايا هنا معلقة كبيرة من العسل هحط عليها كيس من الخميرة يعني معلقة كبيرة او 11 جرام وهنحط عليها نص كباية من المية الدفية وحنبتدي بقى نقلبهم مع بعض كويس وحنسيبهم يخمروا عشان نشوف تفاعل الخميرة الخطوة دي مهمة عشان نختبر الخميرة وفي البولة بتاعتي هنزل كيلو من الدقيق الابيض انا مستخدمها اللي هو كل الاستعمالات لو انت عندك المغبوزات برضو استخدميه يكون حلو جدا هنزل عليه اربع معالق كبار من اللبن البودر وعليهم ربع كباية من زيت الزتون لو ما عندكيش تقداري تستخدمي زيت درة وعليهم هنزل معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر وهقلبهم بقى كويس مع بعض بعد ما المكونات بقى كلها تدخلت مع بعض كويس ابتدي بقى اجيب الخميرة اللي سبناها تخمر وحنضفها على الدقيق وبنكون محضرين كمان تلات كبيات من المياه الدافية بنزل المياه شوية شوية على الدقيق وكل ما بيحتاج بضيف تاني لكن ما نضيفش المياه مرة واحدة عشان ما نضطرش ان احنا نزود دقيق اكتر واهم حاجة في المرحلة دي هي العجن الكويس عشان تكون العجينة نعمة معنا انا هنا محتاجة كمان شوية من المياه يعني انا استخدمت حوالي كبايتين ونص من المياه الدافية عشان تلم معايا العجينة كويس هضفهم بقى واعجن فيها كويس مش اقل من عشر دقايق لغاية ما تكون العجينة نعمة وتكون بتلزق حاجة بسيطة كده العجينة بقت تمام معايا وجهزة هبتدي بقى اغطيها بشوية من الزيت والفها كده في الزيت بايدي وهاجيب البلاستيك رول واغطيها واسبها تخمر مش اقل من ساعة تمام كده هاغطيها دلوقتي واسبها تخمر الحشو اللي معانا هنا بقى حيكون عبارة عن السوسيس او النقانق هبتدي اجيب واحدة واحدة وبالسكينة هقطعها خمس اطعات بس من غير موصل للاخر ودلوقتي العجينة خمرت معايا زي ما انتوا شايفين هبتدي اخد كده منها قطعة وارش على الرخامة شوية من الدقيق وكمان على النشابة اللي حفرد بيها وافردها كويس على الرخامة والسمك بتاعي اللي حوصله يكون حوالي نص سنتي يعني ما تكونش تخينة وبعد ما فردتها بقى باي قطعة دائرية عندك هبتدي اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وحشيل بقى الجزء الزيادة وهجيب السوسيس بعد ما جهسته وهحط واحدة واحدة على كل دايرة وهشبكهم في بعض من الاخر بقطعة كده او حتة من الماكارونا السباكاتي وهجيب بقى خلة اسنان او اي حاجة عندك تكون رفيعة وابتدي ادخل العجين في الفواصل بين السوسيس وبعد ما بدخلهم كده باخد جزء العجين ووصلوا للقعدة بتاعت العجين من تحت عشان يلزق كويس تمام كده هعمل كمان الاتنين التانين بنفس الطريقة اول حاجة بنحط السوسيس وبندخل العجينة في الفواصل وبعدين اوصلها للقعدة بتاعت العجين من تحت عشان تكون الوردة مصبوطة وما تفكش معانا بعد الخبز وبنكون بقى محضرين جبنا شيدر اللي هي الصفرة سواء مكعبات او مبشورة ونبتدي نحش بيها الجزء اللي هو في النص عشان يديني شكل الوردة وبنخلص بقى كل الكمية اللي معانا بنفس الطريقة وبنكون محضرين ساج الفرن ودهنينه بالزيت ننقل عليه الوردات بتاعتنا ونبتدي ندهن الوش بتاعها بزيت الزتون بيديها هشاشة وطراوة كده بتكون طعمها حلو جدا بنسخن بقى دلوقتي الفرن على درجة حرارة متين ندخل فيه الفطاير من تحت اول ما تاخد اللون الحلو من تحت نبتدي ندفي ونشغل من فوق الشواية لغاية ما تاخد اللون الدهبي ده شكل الفطاير بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن اول ما طلعت حدهنها تاني بزيت الزتون اللي هو الوش بتاعها الخطوة دي بتديها هشاشة حلوة جدا جربوها وقلولي رأيكم فيها احنا كده خلصنا وصفتنا للنهاردة وهي فطاير الوردة زي ما انتم شفتوا خطواتها بسيطة وكمان بتديني في الاخر شكل شيك وحلو قوي هتعجبكم جدا لو جربتوها اتمنى تبعتولي تطبيقاتكم على صفحة الفيسبوك بسيبها تحت اي فيديو من فيديوهاتي لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير وما تنسوش تقولولي رأيكم في الفيديو ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة واتفعلوا الجرس عشان توصلكم الوصفات او البول كان معاكم صارعطية اشوفكم في وصفة جديدة باي باي